معي من عمان مباشرة زعيم اتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي أهلا بك سيد اياد أشكرك جزيلا دائما لتلبية الدعوة ويعني أنا متأكد من أن صدرك سيتسع لأسئلتنا التي جزء منها اليوم سيكون جدليا قليلا أعلنت حضرتك استقالتك ووضعت الأسباب على تويتر وأيضا في بيان الاستقالة كان واضح هل لك أن تؤكد لي مرة جديدة ما هو سبب الاستقالة سيد اياد والله سبب الاستقالة واضح يعني هو فشل البرلمان وفشل العملية السياسية بالتالي والوزارة من الالتفاة إلى مشاريع ومشاكل الشعب العراقي من خلال ماذا يطرح الأخوة المتظاهرين وما انطرحنا نحن من سياسيين يعني وهذا بصراحة يعني مطلقة أنه اليوم لا يأتي رئيس وزراء من دون موافقة إيران فطيب أين هي السيادة العراقية وأين هو مجلس النواب العراقي الموقر من هذه السيادة تمام وهذه بالإضافة إلى هذه المسألة المهمة والأساسية أين هو البرنامج مكافحة الفساد أين هو برنامج اعتقال المجرمين الذين يرتكبون جرائم يومية ستمائة شهيد إلى حد الآن خسرنا والقتل والاغتيالات لا تزال مستمرة يوميا احنا من جماعتنا تم اغتيال مدير مدرسة قبل ثلاثة يام طيب شو هو موقف مجلس النواب وأين دور مجلس النواب في تمشية الأمور فيما يتعلق بالتشريع وتشريع القوانين وفي مسألة الرقابة والرقابة على تنفيذ هذه القوانين ولهذا حقيقة أصبحنا عاجزين عن أن يكون العملية السياسية تصلح من الداخل بطريقة تقديدية التي نفسنا بها وزجينا شعبنا الكريم بها وكنا نعرف من سنة 2010 إلى حد الآن لم يأتي رئيس وزراء من دون موافقة إيران ولا يمكن أن يسمح لرئيس وزراء أن يستلمون سعودية من دون أن تكون إيران داعمة لهذا رئيس الوزراء ومذعن لشروطها تمام يعني هذا الكلام كلامك هذا الأخير يعني بأن احتمالية أن تكون أنت مرشح لرئاسة الوزراء بحزن ما يتحدث اليوم كثيرون أستاذ إياد ويقولون بأنك استقلت لأنك ستكون مرشح لرئاسة الوزراء أو رئاسة ائتلاف وزاري اليوم أو ائتلاف حكومي هذا احتمال غير وارد طبقا لكلامك بأنه يجب أن يكون هناك موافقة إيرانية على رئيس الحكومة لا أبدا أولا أنا ما أستعمل أساليب التكتيك الرخيصة للوصول إلى رئاسة الوزراء أولا وثانيا أنا لا أسعى إلى رئاسة الوزراء أما لم يختارني الشعب العراقي لرئيس الوزراء وحتى في أيام مجلس الحكوم لم أطلب من أحد من مجلس الحكوم أن يختارني رئيس الوزراء وإنما أجمع مجلس الحكوم أن يختاروني رئيسا لوزراء العراق وعندما انتقلت السيادة إلى العراقيين ولهذا أنا ما أستعمل الأساليب والمراوغات التي استعملها غيري بالوصول إلى المراكز ولا أحفى بموافقة إيران وغير إيران في الوصول إلى هذا المنصب أنا بالعكس أن إيران قاسمتني وقاطعتني من 2010 ووقفت ضدي بكل وضوح وبدون استثناء وحتى قاسم سليماني قال لي إلي قال لي احنا اشتغلنا ضدها قلت لأنا هنبتكم في دار وموجودين شهود أحياء يرزقون في هذه المسألة لهذا أخي الكريم نحن ما نسعى إلى أن نحصل على مراكز السلطة نحن نضحينا من أجل الشعب العراقي وسنضحي من أجل الشعب العراقي بالتأكيد وإذا تم اختياري من قبل الشعب فهلا وسهلا إذا ما تم اختياري وإيران أصبحت هي أيضا لها اليد الطولة في تسمية رئيس الوزراء فطبعا لن يكون لنا ولا استعداد أصلا وليس فقط أن نكون محصنين على هذا الموقع وأنه حتى استعداد القبول به موقع يأتي من خلال إيران لأن سعر فضهه بالكامل تمام أستاذ إياد أنا أتحدث إياي قوى مهمة ورؤساء مهمين بالألفين وعشر ومنهم والرئيس بول بوتين تمام عذرني عن بقاطعك أنا وأرجو أن يتسع صدرك لي في السؤال التالي أنت تعرف أن أصبحت خبرتك معنا في البرنامج طويلة ممكن تقدم البرنامج عني حضرتك أصبحت ضيف دائم معنا أستاذ إياد من يهاجمك أستاذ إياد يقول بأن استقالتك هي تأتي في إطار الهروب والفشل ويبررون ذلك بالقول بأن حضرتك كنت رئيسا لأحد أكبر الإتلافات في البرلمان العراقي ولكن لم تحضر أي جلسة من الجلسات كيف تبرر ذلك هل كان يجب عليك أن تكون ضمن هذه الجلسات إلى أي مدل ربما هذا يأخذ عليك اليوم أستاذ إياد لا هذا كلام الحقيقة لا ربما كلمة حق يرادوا بها باطل ولكن أنا أقول لك هذا كلام باطل يرادوا به باطل أنا كنت رئيس أكبر إتلاف ومنع إتلافي من استلام المسؤولية في العراق بناء على الدستور العراقي بسبب الإدارة الأمريكية وبسبب التواطع الإدارة الأمريكية مع الموقف الإيراني بالألفين وعشرة هذا جدا واضح ومعروف ومعروف في أدبيات والكتب والمذكرات التي صدرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا ما كان أكون مجال أن نحضر لي وأنا حذرتهم وتكلمت تكلمني رئيس الجمهورية الأمريكي اللي كان اسمه أوباما وكان في كوريا وقلت لنا إذا ما تتحقق الشراكة وليس المشاركة لن نكون شهود زور على التاريخ ولن نحضر اجتماعات مجلس النواب ولن نكون أعضاء عاملين في المجتمع العراقي السياسي هذا كلام مع أوباما وحتما هو مسجل هذا الكلام ولهذا نحن بصراحة من كان التواطع واضح بين الإدارة الأمريكية حين ذاك وكذلك إيران بالتأكيد نحن لا كان دور ولا سمح أن يكون دور ولا إيران سمحت أن يكون لنا دور بالعراق وحتى العناصر والقيادات العراقية حين ذاك الآن كل واحد منهم لاجئ سياسي في دولة من الدول متهمين بالإرهاب أو بالخيانة أو بالكذا والعقلية طيب يا أخي هذا ولكن هذا نعتقد أن المجتمع الدولي سينصف العراق والعراقيين وسيعزز المسار الديمقراطي لكن للأسف المجتمع الدولي وقف ضد المسار الديمقراطي في العراق طيب يا سيدي الكريم إذا كانت هذه الاحتمالات اليوم وقف ضد المسار الديمقراطي أعذرني لا أقاطعك هناك تأخير في وصول الصوت لأحضرتك أستاذ أياه أحضر جلسات البرلمان أين جلسات البرلمان؟ هذا سؤال مهم هذا سؤال مهم صحيح طيب أعذرني أقاطعك أنا لماذا لا تتبعك لا يتبعك الاتلاف ما هو موقف الاتلاف اليوم من هذه الاستقالة أستاذ أياد تم مباشرة تعيين زعيم جديد للاتلاف مباشرة في فترة قصيرة جدا اليوم ما هو نوع التماسك الذي يتمتع به الاتلاف اليوم ولماذا لا نشهد استقالات أخرى غيرك أنا أعطيتهم أنا أعطيتهم الاختيار أعطيتهم الاختيار الذي يريد يستقيل يستقيل يريد يبقى يبقى أما بالنسبة لي قلتهم أنا لا أستطيع ولا أتحمل وزر المسؤولية في أن أكون شهود زور على التاريخ وأنا أرفض أن أكون في هذا المجلس الذي لا يستطيع إصدار قرارات بصالح الشعب العراقي ولا يستطيع احتواء المظاهرات السلمية المطلبية الواضحة التي يخرج بها العراقيين ولهذا أنا لا أريد أن أضغط على الآخرين هذا الحق مترك لهم وأعتقد أن تبني انسحابات من بعضهم خلال الأيام القادمة وبالتالي أنا بصراحة أتكلم صريحة أنا لا أعدي مشكلة بصراحتي البرلمان العراقي لم يستطع أن يتخذ قرارات حازمة وحاسمة فيما يتعلق بمسائل تخص وحدة البلاد تمام يعني على سبيل المثال للحصر أخراج القوات الأمريكية إذا حد الآن لا يوجد قانون للنفط والغاز وإخراج القوات الأمريكية سيكون ملف بعد قليل في هذه الزاوية أنا أعرف وجهة نظرك فيه ولكن من يتسأل اليوم كمان يا أستاذ أياد حضرتك لست نائبا عاديا حضرتك سياسي مخضرم ومن العيارة الثقيل حضرتك فيطرحون بأن هناك ضغطا وقع عليك للاستقالة اليوم هل هناك أي نوع من أنواع الضغوط ومن يرمي إلى لا يبدو كمان يكون موضوع الحوار كله الاستقالة ولكن حتى ننهي الجدل القائم ربما ما حضرتك بالصوت والصورة بالتصريح من يرمي بهذا المسار اليوم باتجاه حضرتك كيف تدافع بهذا الجانب والله أستاذنا الكريم أحب أن أقول لك قضيتين واحدة تتعلق بالجواب على هذا الكلام والثانية تتعلق بالدعم والتبركات التي أجت من قطاع واسع من العراقين التي لم تكن تتوقع يجيه دعم منهم ومباركة بالاستقالة أما أنا فمعروف أنا ما أخضع لضغوط أنا معروف يعني نهائيا ما أخضع لضغوط عندما أراد القوى السياسية العراقية أن تؤجل الانتخابات لمدة سنتين عندما كنت رئيساً للوزراء وضغطوا علي للقبول بهذا الأمر قلت لهم أبداً أنا أختار رئيس وزراء آخر جديد حتى لا يقال عني بأنني تمسكت في هذه المسؤولية وفي هذا الموقع أنا لن أسمح بضغط ولكن الضغط الذي يحصل هو يحصل على الشعب العراقي ويمنع الشعب العراقي من أدلاء بصوته والتعبير عن رأيها وتجهد قرارات الشعب العراقي مثل ما أجهدت سنة عام 2010 وأجهدت الآن 2018 أيضاً بانتخابات 2018 وحقيقة أنا صدرت بيان في 2018 قبل ما تطلع نتائج الانتخابات وأدنت الانتخابات ومخرجاتها وقلت هذه الانتخابات يجب أن تعتبر باطلة وتجرى انتخابات جديدة لأنها قامت على أقل من 20% من الناخبين العراقيين توجهوا إلى صندوق الاختراع لأن الناخب العراقي فقد الثقة بالانتخابات لهذا أنا لا توجد علي ضغوط أنا هذا بملء اختياري وأنا مصطف مع قوى الشعب العراقي وأنا من العراقيين وإلى العراقيين ولن أقف ضد الشعب العراقي وضد مطالب الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال تمام إذن أنا سأسأل وأنا بالاستقالة قلت قلت أنا سأستمر بجهودي لإصلاح النظام السياسي في العراق ولن أبخل في هذا الأمر هل هذا إعلان مباشرة بالانضمام من المتظاهرين عدد أسئلة ربما سأطرحها على حضرتك إذن لماذا كان هذا الغضب يعتري كثيرون إيران تضغط عليه إذن لماذا كان الغضب يعتري كثيرون من مجلس النواب العراقي أستاذ أياد عندما كنا نسألهم يعني تعرف لكل يعني وجهة نظره اليوم هي ليس انتقاد لوجهة النظر ولكن نضع بين كفتي الميزان كان معنا أحد زملاء حضرتك بالبرلمان العراقي الأستاذ فاق الشيخ علي غضب وقال بأنه من يستقيل هو يلقي بالمسؤولية يخرج يصبح غير مؤثر لا يستطيع إيصال صوته في هذا السياق هذا أود أن تجمله في إيجابتك وإذا تكرمت عليه نبدأ ندخل في الشق السياسي اليوم مدى اليوم تطور وازدياد وقوة المتظاهرين على إفشال ما تسعى الكتل السياسية ومنها تحالف البناء على القيام به اليوم هو الأخ فايق الشيخ علي الأخ فايق الشيخ علي هو أقول لي هو قدر يسوي شيء بس يسب ويتعارك ويسبب في شهر قدر يسوي شيء نحن سنستمر مع المتظاهرين وسنستمر مع المتظاهرين السلميين وسنستمر بالطرق السلمية لتعديل مسار العملية السياسية أحنا هذا أنا قطعت عهدا على نفسي وأمام الشعب العراقي وأحنا لن نتراجع عن هذا الموقف بأي شكل من الأشكال أما يريد يقول فايق الشيخ علي أو غيره فأخذ لي يقولون لا لأحنا طبعا أخذنا مثال وأنا ما ذكرته هو المعنى في المجمل وليس نقل حرفي عن الرجل يعني أخذت فقط المعنى الإجمالي العام وهو كان رفض لا لا ما يخالف المجمل لا لا المجمل ما يخالف أنا أخذك كمثال مع الفايق الشيخ علي الفايق الشيخ علي ما عنده قدرة أن يسوي شيء الآن هو يتهم بأنه يشتغل ويا إسرائيل هل هذا صحيح أو ليس صحيح يا أخي أكو جو سياسي ملبت بالغيوم وملبت بالمشاكل وملبت بالإسقاطات أنا ما يهمني هذا الكلام أنا اللي يهمني أنه إحنا أكو موقف واضح إحنا مع مطالب الشعب العراقي وإحنا مع أصلاح العملية السياسية جدريا ومع تحقيق الديمقراطية الكاملة من دون تدخل دولي وإقليمي على الإطلاق طيب طبعا أي دائما اتهام أو أي وجهة نظر دائما نحترمها وهي دائما صاحبة من يطلقها حضرتك أو طبعا وأستاذ فائك وأي من ضيوفنا الكرام ولكن دائما هي نقاط للجدل نحرص على نقلها أكيد أكيد بقي دقيقة ونصف إذا تكرمت لي أستاذ أياد الله يخليك إذا تكرمت علي اليوم هل وصل الشارع اليوم إلى درجة من القوة أنه يستطيع بالفعل إفشال أي مخطط القوة السياسية بشكل أو بآخر وهل على الشارع اليوم أن يكون له شكل سياسي نتكلم عن هيئة تنسيقية فيها رئيس فيها أعضاء فيها أشخاص قادرين اليوم على نقل صوت الشارع والتحاور والضغط على السلطة وأيضا الانتقال بالقضية إلى خارج العراق اليوم سامحني دقيقتين والله أنا بصراحة أقول لك شي يعني أنا مع العواطف والضروحات الإصلاحية اللي دي قدموها الأخوان السلمين هذا بالتأكيد مع هذا الاتجاه لكن أكو مشكلة عندهم في المتظاهرين لا يوجد عندهم قيادة ولا يوجد عندهم خارج الطريق إلى الأمام كيف يتحركون إلى الأمام أما مطالبهم فهي مطالب شرعية ومشروعة ويستطيعون إفشال أي قضية وأي قضية تحاول فرضها إيران أو غير إيران على فكرة قد يغضب منك بهذا التصريح انتفاضة كبيرة ثورة كبيرة منعطف تاريخ سألت أحد الشباب الأخو اللي كان أنضمه لنا من الحراك غضب جدا يا أستاذ أياد غضب جدا من هذا الطرح ويقول لك أنتم تتهموننا ونحن يعني فغضب من هذا الطرح عندما نتحدث بمنطقية والقول بأنه يكون هناك هذا وجهة نظر قد لا يتقبلها الشارع أستاذ أياد لا وجهة نظر ما أعدهم خارطة طريق نعم يجب أن يكون هناك خارطة طريق أي وجهة نظر نعم نحن على احتكاك بالمتظاهرين وعلى اتصال بالمتظاهرين لتكريس سلمية التظاهرات لازم أن تكون هناك خارطة طريق ويجب أن تكون هناك قيادة تمثلهم أكثر من 86 خيمة في بغداد في ساحة التحرير كل خيمة تمثل توجه سياسي معين هذا مهم هذا الانتفاضة مهمة وهذه تاريخية في مسار العراق ولكن هذه الانتفاضة ما لم تجمع نفسها في قيادات واضحة مهيئة وفي خارطة الطريق تصب في سلامة العراق واستقرار العراق وسمو العراق فهذا مراحل تأسل إلى نتيجة هي مو بس اعتراض على المرشحين وأسقاط الثرشيحات الحكومية فقط مو بس هذا المطلوب المطلوب هو خارطة الطريق للخروج من هذا المأزق يعني احنا أنا دع شجعهم أن يحجون مع الأمم المتحدة وسويت لهم موعد مع الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة في بغداد دعا نشجعهم يتكلمون مع جامعة الدول العربية دعا نشجعهم أن يخلقون قيادات أن يكونون خارطة الطريق هذا أكيد لا نشجعهم على هذه المسألة يضحون بأرواحهم نحن أحد المتظاهرين النقابيين ودور في نقابات المعلمين دور رائد ومن المكافحين الأساسين في ضد نظام صدام عسيان اختير قبل ثلاث يام وفي باب مدرسته اطلق عليه رصاص وانقتل وأبنى جرع لهذا نحن لا نبخل أبدا في موقفنا الرافض لأي دخول ونفوذ أجنبي على مقدرات العراق ومع العراقين ومع التطلعات الشعب العراق إذا تكرمت علي أسأل ويتكلم وفلان وفلان معه وهذا شي طبيعي إذا سمحت لي سؤال بشقين فضلت حضرتك على طول هذا الحوار وتقول بأنك لا تتعرض لضغوط وانا رأيك واضح وتجاهر به ممتاز أليست هذه هي مواصفات رئيس الوزراء الذي يطلب الشارع إذا تكرمت علي استثني نفسك من الموضوع هل لك أنت قلي وجهة نظرك بصراحة هل لديك اسم ترشحه اليوم من الذي يراه اليوم أياد علاوي الاسم الأفضل الشخصية الأفضل اليوم لتولي هذا المنصب من وجهة نظر أياد علاوي والنقطة الأخرى وبسرعة إذا تكرمت أرجوك قلت في بيان استقالتك بأنه فشل إنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل ومحافظات أخرى من منطلق وحدة العراق وسلامته عبد المهدي يتواجد في أربيل اليوم بعد يوم من تقديم استقالتك الذي فيها هذا النص الآن ألا ترى بأن هذه أنا عندي 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 ثلاثة أمور الأمر الأول الأمر الأول هو تكون حكومة مصغرة موقعتها تجري انتخابات في العراق تغير قانون الانتخابات وتغير المفاوضة الانتخابات وتجري انتخابات بفترة بستة أشهر إلى ثمانتة أشهر على الأكثر ولا ترشحها بالانتخابات هذا أنا رأيي الآن المرحلة الأولى وتكون انتخابات نزيهة وواضحة ويأتي من يأتي إلى السلطة هذا هو المطلوب الآن أي رئيس وزراء يختار الشعب العراقي موقتا لا يرشح بالانتخابات ويوافق على هذه الشروط أهلا وسهلا بي وعند القدرة والقوة أن يمسك العصى ليس من الوسط من أطرافها ويحقق انتخابات نزيهة في العراق تنأى بنفسها عن أي تدخلات خارجية إيرانية أو غير إيرانية أهلا وسهلا خاصة سيكون هذه حكومة تكون حكومة موقتة وليس حكومة دائمية وتأتي الحكومة الدائمية هي بعد الانتخابات هذا هو المطلوب هذا هو اللي يجب أن نحصل في العراق طيب تمام يلا وجود عبد المهدي طيب يلا ممتاز ووجود طيب لأنه خلصنا دقيقة نجيب مقاة استلام الوزارة ومارشح بالانتخابات دقيقة دقيقة سامحني بقي دقيقة أستاذ إياد بقي دقيقة وهذا تجربة أخذناها في الوطن العربي وأيضا كانت تجربة ناجحة بامتياز شكرا يا أستاذ إياد شكرا يا أستاذ إياد مباشرة من عمان زعيم التلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق المستقيل زعيم التلاف الوطنية المستقيل كمان اسمح لي أن أضيفها على المسمى شكرا جزيلا لك